أخبار اليوم عدد الناخبين المقاديم باللجنة 1170 نسبة التصويت حتى الآن حوالي 7% طيب نتعرف من حضرتك كيف يتم إجراء عملية التصويت داخل اللجنة الناخب حضرتك بيدخل يوقع قرين اسمه السيد أمين اللجنة بعد كده بيجي بيأخذ مني بطاقة التصويت بيأخذ البطاقة بينتجه لنحط السطرة بعد كده بيضع البطاقة التصويت جوة الصندوق طيب ماذا لو تواجد ناخبين بعد عملية التصويت بعد الساعة تاسعبية؟ تم التعامل معهم إذن؟ لو اللجنة شغالة بعد الساعة تاسع مساء وفي ناخبين متواجدين باللجنة بتسمح لهم التصويت كم في حضرتك حالات إنسانية كيف تم التعامل معها؟ الحالات الإنسانية لو تمكنت من الوصول داخل اللجنة وتصوت من خلال تصوت ما تمكنتش من انتقل وانسعادها خارج اللجنة وماذا عن تأمينات الجيش والشورطة في عملية تأمينات السرر الانتخابية تأمين الجيش والشرطة متوفقين مع بعض منظمين منظمين دخول الناخبين ما يحملوش أشياء مثلا متفجرة عشان كده فيه شرطة قضائية نسائية حضرتك ممكن تكلمنا عن كيف يتم عملات التأمين داخل سرر اللجنة بالنسبة خاصة في بعض الأحداث اللي تم فيها أحداث تفجيرية أو أحداث عنف استخدمت داخل لجنة بعض اللجنة الانتخابية حضرتك فيه شرطة نسائية متواجدة خائج اللجنة أمام الجميع الانتخابية بتفتش الحقائب الأشخاص المشكوك فيهم لحشان مدخولوا اللجنة لا يوجد أي متفجات أو أي شيء زيدي معهم طب يا فانمحة ونشكر حضرتك مصير العافية وستطر شكرا